مقطع فيديو يوثق لوصول مهاجرين مغاربة على متن قارب إلى سواحل جزر الكنار الإسبانية وهم يسجدون فرحاً بالوصول ومعانقة الحلم الأوروبي والنجاة من غدر البحر مقطع أثار من جديد جدل ونقاش الهجرة غير الشرعية محمد شاب عاطل يقول أنه يائس ومستاؤل من فقر الوطن وخدلانه وهو يخطط للهجرة إلى أوروبا بحثاً عن حياة رغدة وكريمة كما يحكي أعمارهم بين 15 و29 سنة وتقول أرقام رسمية أنهم يشكلون حوالي نصف الشبان المغاربة الراغبين في مغادرة البلاد وترتفع هذه النسبة لدى الشبان العاطلين عن العمل من الحاصلين على شهادات جامعية والمتوفرين على مؤهل وتكوين مهني إلى نحو 70% فيما تنخفض لدى غير المتعلمين طالما أن هناك إشكالية اقتصادية واجتماعية لو ستستمر الدليل على أن مؤشرات كبيرة تؤكد على أن هناك رغبة في الهجرة لعدد كبير من الشباب طبعاً لن يتمكنوا جميعاً من الهجرة الشرعية فإمكانية وجود هجرة غير شرعية في المستقبل ستستمر بشكل كبير يعد الفقر والبطالة من أهم أسباب الهجرة حسب دراسة رسمية لكن في ظل أزمة كورونا وتداعيتها على الاقتصاد الأوروبي هو انفتاح المغرب على الشراكات الاقتصادية مع العمق الإفريقي هو التطبيع مع إسرائيل وفق باحثين ظهرت مستجدات من شأنها خلق وجهات جديدة للهجرة فتح قنصوري أمريكي في الدخلة للستمار ستشكل أرضية خصبة للستمار وتدفع أكثر طاقة الشابية للعمل في هذه المناطق أظن بأنه لا خوف عن المغيب في هذه الجانب الدولة اليوم تقوم بجهود كبيرة لمحاربة تجارة سرية باتفاق دولي مع دول الجوار خاصة دولة إسبانيا في مقاومة هذه الظاهرة التي صراحة لها مافيات وعصابات متخصصة من كل الدول التي تجنب ورأيها أرباح وأموال طائلة أحبط الأمن المغربي حوالي 32 ألف محاولة عبور نحو أوروبا العام المنصر بين مهاجرين مغاربة وأفارقة من دول جنوب الصحراء محاولات اتسعت لتشمل محاولة عبور المحيط الأطلسي نحو الجزر الإسبانية ولم تعد تقتصر على البحر المتوسط الذي يوصف بمقبرة اللاجئين غير الشرعيين الذين يموتون غرقا في رحلة الوصول إلى الحلم الأوروبي سبق لهذا الشاطئ أن لفض جتة ثمانية مغاربة كانوا يسعون إلى الهجرة تهش مقاربهم وتلاشت معه أحلام العبور والخلاص من حالة اليأس والبطالة وانسداد الأفق حالة تتوقع تقارير اقتصادية فقمها بسبب تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية والاجتماعية فاطمة بوغنبور الحرة الدار البيضاء